التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية ويليام بيرنز وذلك بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية ونقل بيرنز تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس السيسي وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وذلك بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة وشهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنصيق المكسف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر